أصدرت محكمة برلين الإقليمية حكمها في قضية موفق دال المتهم بتنفيذ مجزرة الريجة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وذلك في مخيم اليرموك في سوريا وقد حكم قاضي المحكمة على موفق دال بالإدانة والسجن المشدد مدى الحياة وقال المدعي العام خلال مرافعته في الجلسة إنه استنادا إلى الشهادات المقدمة لا مجال للشك بأن المتهمة مسؤول عن إطلاق قذيفة أسفرت عن قتل ست ضحايا وإصابة نحو ثلاثين شخصا في دمشق في ظل غياب العدالة في سوريا بحق من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية يتجه السوريون إلى المحاكم الأوروبية للبحث عن فرصة كانت بعيدة المنال لرؤية تطبيق بعض العدالة على جلاديهم لكن كيف يحاكم هؤلاء في أروقة المحاكم الأوروبية رغم أنهم لم يرتكبوا تلك الجنايات على أراضيها أي الأراضي الأوروبية القضاء الأوروبي يمتلك صلاحية المحاكمة على جرائم أفراد من النظام السوري وفق ما يعرف بالولاية القضائية العالمية وذلك في حال كان المتهم يعيش في إحدى دول الاتحاد ويواجه قضية رفعها ضده أحد الضحايا أحدث هذه المحاكمات كانت من ألمانيا التي أصدرت فيها محكمة برلين الإقليمية حكما بالسجن المؤبد على الفلسطيني السوري موفق دال وذلك لارتكابه جرائم ضد الإنسانية موفق أو كما يلقبه ضحاياه بسفاح يرموك كان قائدا في الجبهة الشعبية القيادة العامة وجاء إلى برلين في العام 2018 بعملية لم شمل من قبل زوجته محاكمة موفق جاءت بعد اتهامه بعدة تهم أبرزها إطلاق قذيفة عمدا على تجمع من المدنيين في مخيم يرموك في دمشق عام 2014 مما أدى إلى قتل وجرح العشرات منهم العام الماضي أيضا حكمت محكمة ألمانية على الضابط السابق في مخابرات النظام السوري أنور رسلان بالسجن المؤبد بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية اسم رسلان ارتبط بتعذيب أربعة آلاف شخص خلال الحرب في سوريا داخل أقبية سجن الخطيب بدمشق أيضا كما هي الحال بالنسبة لإياد الغريب الذي كان مجندا في جيش النظام السوري وساعد على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إذ حكمت عليه محكمة ألمانية بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر في العام 2020 ألقت السلطات الألمانية القبضة على الطبيب علاء موسى وقدم للمحاكمة بتهم جرائم تعذيب معتقلين داخل المشافي العسكرية التابعة للنظام بخلاف القصاص الذي يصدر بحق المتهمين إلا أن هذه القضايا المطروحة في المحاكمات الأوروبية تعطي لمحة عن الفضائع التي ارتكبها النظام السوري بحق شعبه وقد تشكل عائقا أمام النظام لتلميع صورته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وينضم لي من برلين عمار حجو أحد المدعين على سفاح يرموك مساء الخير عمار ويعطيك العافية بهذا الحوار السريع أهلا وسهلا فيك إن كانت التفاصيل قاسية وأليمة هل بالإمكان الوقوف على تفاصيل جريمة جريمة يرموك ماذا حصل معكم عمار ما سمعت ما سمعت السالس طيب عمار الآن عم تسمعني بوضوح طيب طيب أقول يعني وإن كانت الذكريات أليمة وصعبة وقاسية لكن ممكن يعني تحكي لنا وتخبرنا ما الذي حصل تحديدا يعني ما الذي واجهتموه أنتم بخصوص قضيتكم إحنا واجهنا مجرم شبيح قتل أكثر من سبع أشخاص وأصاب أكثر من سبع تاتشر شخص وبحيث كان الموقف بأنه ضرب قضيتة أربيجي على المدنيين وخلال هاي الجريمة أنا كنت أحد المصابين فيها ولما إجينا إحنا هون على ألمانيا هذا الشبيح موفى كمان إجا لجوء على ألمانيا واستطعنا بالحمد لله رب العالمين من خلال تجميع العديد من الأدلة والالتجاء إلى القضاء الألماني ورفع دعوة عليه وبالأخير الحمد لله رب العالمين طيب أبل القضاء يا عمار سامحني على المقاطعة أبل القضاء لكن ممكن تخبرني يعني من أنتم في وقتها مين هم يعني أقاربك أو أصدقائك اللي كانوا موجودين بالمجزران نعم بالمجزران أنا أحد الأشخاص وفي عندي أصدقاء من الطاقم الطبي وفي ناس من العوامل الناس ما إلن علاقة لا بمسلحين وإلن علاقة بأي شيء كلهم كانوا مدنيين طيب كلهم راحوا كانوا عفوا أستاذ كانوا رايحين يجيبوا المعونة يعني الكارتون اللي كان فيه مواد غزائية وضربه الشبيح المصفى ضرب قذيفة على تجمع مدنيين طيب بداية تفاصيل تحرككم للقضاء كيف عرفتوا أنه هذا المتهم موجود في ألمانيا وعندما علمتم بذلك كيف كانت خطواتكم الأولى للتحرك قضائيا؟ لأنه نحن فيه كثير من الشهود اللي كانوا موجودين بمخيم يرموك شفوا ببرليل وتواصلوا معي وإحنا كمان تواصلنا مع الأستاذ أنوار وتواصلنا مع القضاء الألماني بعدين فيما بعد ورفعنا عليه القضية طيب الآن بعد معرفته أنه موجود على الأراضي الألمانية كيف كان استيعاب أو احتواء أو تفاعل القضاء معاكم؟ طبعا القضاء الحمد لله رب العالمين أخذ بكلامنا وأخذ بالدلائل اللي إحنا جايبينا وشاف الإصابات الموجودة واستمع للشهود حتى الشهود أخذ إفادات الشهود المحقق الألماني أخذ إفادات الشهود قبل ما يعني كم شاهد كنتم موجودين في برلين وقدمته هذه الدعوة؟ والله أنا بالتحديد ما بعرف أكم من شاهد بس أنا مؤقل من أربع أو خمس الشهود كانوا عليه مؤقل يعني بس أنا بالتحديد ما بعرف طيب طيب بعد ذلك كيف تم التحرك ضد موفق؟ إحنا وكلنا محامي ألماني بعد ما توصلنا مع الأستاذ أنور وكلنا محامي ألماني اسمه الأستاذ باتريك والأستاذ باتريك رفع الدعوة للنائب الألماني طيب اليوم يعني أنتوا بعد هذا الحراك اللي عملتوه يا عمار هل يعني حصلتم على العدالة التي كانت غائبة في بلادكم ووجدتموها بالفعل في الغرب أو في ألمانيا؟ أكيد هذا الحك أستاذ أكيد الحمد لله رب العالمين يعني إحنا ببلادنا ما قدرنا نوصل لجزء بسيط من حقوقنا بالقضاء العربي أما هون الحمد لله رب العين وصلنا لحق يعني ما بدي أقول لك أنا يعني حق كبيء حق كامل أو شيء يعني جزء من حق الناس اللي ماتت والناس اللي صيبت والناس اللي تعذبت يعني جزء بسيط من حقوقهم بحسب معلوماتك هل في أشخاص آخرين يعني رفعوا قضية على المدعو موفق؟ هلأ اللي رفعوا قضية على الموفق في أنا وفي كمان شخص تاني كمان رفع قضية على الموفق وفي شهود أنا ما بعرفين إجوا أنا اتفاجأت إنه موجودين بالمحكمة وشهدوا عليه الموفق أنا قصدي إذا كان موفق متورط ليس فقط في قضيتكم إنما أيضا بقضايا أخرى طبعا هو متورط بكثير قضايا قضية الحصار قضية الاعتقالات قضايا قضايا اقتصاب يعني كثير قضايا متورط فيها هو يعني إحنا بس كان موضوع جزئية القضية هي القذيفة كان القضية كلها القذيفة والحصار يعني جزء من موضوع الحصار مما جعلوا قضية قضية جريمة حرب بحيث إنه هذا الإنسان قتل مدنيين عزة فصارت قضية جريمة حرب بحقه وإن شاء الله رب العالمين يعني إحنا وقفين يعني إحنا راح إن شاء الله نتبع باقي الشبيحة وكمان نلتجي إلى القضاء الألماني وإن شاء الله رب العالمين بنوله عقابا عندما تتحدث عن الشبيحة هذه إشارة لعناصر النظام السوري أكيد عناصر النظام السوري حركة فلسطين حرة حركة القيادة العامة جماعة أحمد جبريل حركة فتح الانتفاضة يعني كثير فصائل جماعة حزب الله جماعة الفضل أبو العباس كثير من الفصائل اللي كانوا مع النظام كل ميليشيات شكرا جزيلا إذن من برلين عمار حجو أحد المدعين على صفاح اليرمو شكرا جزيلا ومعي أيضا من برلين المحامي طارق حكان مدير مشروع التقاضي الاستراتيجي في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ طارق لعلي أسألك في البداية استمعت لعمار حجو أحد الذين تضرروا بسبب هذه الجريمة التي مرست تجاهه وتجاه أقاربه تعليقك على ما ذكروا عمار مساء الخير إلى كل أستاذ المشاهدين يعني ببساطة فين يقول أنه الحكم اللي صدر اليوم قد يكون في بعض العزاء والانتصاف للضحايا والمتضررين من هذا الانتهاك ومن خلاله قد يكون فيه كمان عزاء لكل الضحايا التي تعرضوا للانتهاكات وجرائج جسيمة في سوريا طب خلالنا نحكي بشيء من التفاصيل عن هذه الواقعة كيف تم التحرك والتوجه إلى القضاء والادعاء على هذا المتهم الذي أصبح مجرما بنظر القضاء الألماني نعم المتهم اللي صدر بحقه اليوم للحكم هو اللاجئ فلسطيني من مخيم الياربوك وينتمي إلى حركة فلسطين حرة وأيضاً للجبهة الشعبية لتحريف فلسطين القيادة العامة اللي بتزعم أحمد جبريل هذا الشخص في 2016 حضر ابنه لألمانيا ابنه قاصر واستطاع أنه يعمله لمشامل له لباقي العائلة اللي وصلوا ب2019 استطاعوا ضحايا اتنين من ضحايا أنه يتعرفوا عليه ويتأكدوا من وجوده ومن ثم تم التواصل مع الزملاء بمركز السوري للدراسات القانونية لأستاذ نور البني والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وتم إعداد ملف شكوى وتقديمه لمكتب البدعي العام تم توقيف المتهم بـ 15 عفوا بـ آب 2021 وصدق قرار الاتهام من المدعي العام بـ 15 نيسان يعني قبل هذه الفترة كان مطلقا صراحه يا أستاذ طارق نعم حتى أربعة آب 2021 كان طليقا ومن ثم ألقي القبض عليه بناء على الشكوى وعلى المدعين اللي موجودين بالتقنش للشكوى وـ 15 نيسان 2022 عفوا صدق قرار الاتهام من المدعي العام ثم بـ 25 آب تم توقيفه تم بدأت المحاكمة بدأت أولى جلسات المحاكمة في 20 آب 2022 طب ماذا بخصوص يعني تلك القضايا المماثلة والمطروحة اليوم أمام القضاء الألماني هي إجراءات جنائية الهدف منها بشكل أساسي هو تحقيق شيء من العدالة لضحايا مباشرين من انتهاكات محدد وقت عليهم بالتأكيد ما هي العدالة اللي بيطمح على السوريين بس هي مثل ما إجراءات علاجية مؤقتة إلى حين يتمكع كل الضحايا من الوصول إلى العدالة من خلال عملية محاسبة شاملة واللي بنتمح أن يكون القضاء السوري النزيه هو صاحب الاختصاص الأول فيها طب هذا بخصوص الوضع أو الحال في ألمانيا ماذا عن بقية الدول الأوروبية أستاذ طارق التي تجدون فيها تعاونا تجدون فيها حراكا مماثلا لتحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا حقيقة في أكثر من دولة أوروبية بدح التحقيقات الكلية بخصوص الانتهاكات التي حصلت بسوريا من 2011 هولندا فرنسا ألمانيا أيضا ونتيجة هذه التحقيقات في ملفات منظورة أمام المحققين وفي ملفات أيضا صدر فيها أحكام بهولندا صدر أحكام بالسويد صدر أحكام نعم بفرنسا أيضا في ملفات والقريب العاجل رح يكون في كمان أخبار عن ملفات جديدة أو ملفات سبق وأنه بدأت تحقيق فيها هذه العملية موجودة بأكتر من دولة نعم حسب إمكانيات الاختصاص القضائي أو المبدأ الاختصاص العالمي الولايات القضائية العالمية وحسب شروط هذه الولايات بكل دولة شكرا جزيلا من برلين المحامي طارق حوكان مدير مشروع التقاضي الاستراتيجي في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ترجمة نانسي قنقر